السلام عليكم اليوم في اطلالة جديدة اطلالة مغايرة لما هو مكتوب ان شاء الله نتمنى انها تكون خفيفة تضل عليكم الحديث على امور كروية بناتنا كيفما قلنا انا جحن مرة نحاول اننا نتناقش كرويا طلبنا اننا نطلقاو لنناقش كرويا فالله الحمد كان امور لتقربنا كتر ومن بينها هاد العوالم الافتراضية اللي تخلينا نتناقش في الامور الكروية البداية غتكون وكا اطلالة خفيفة على الماتش دي الويداد والسانداونج اللي سيكون يوم الاحد الجاي على الساعة الثانية الويداد غيمشي في ضل غياب احد ابرز اللائبين اللي هو يحيى جبران وهذا الغياب اللي سيكون طبع الحال كعميد الفارق وكأدوار متعددة ديال يحيى جبران وسط الميدان دي الويداد وحتى كقائد الفارق شنو يقدر يأثر الغياب ديال يحيى جبران لفارق الويداد الرياضي وهل تأثير دياله على مستورقات الميدان خاصة انه سيكون حاضر مع المجموعة وفعلا هو حاضر تماما لانه خاض التدريب الأولى ديالهم في جنب افريقيا واش سيكون هاد الغياب كبير او لا شكون اللي سيكون يعوض يحيى جبران من وجهة مضاري بطبع الحال كنينجوج اوجه لتعويض يحيى جبران خاصة والوجه الجديد اللي قدموه فارق الويداد مع عادل رمزي اللي سيقدر يعوضه بطبع الحال درجة الأولى أنا السرغات وحتى أسمام حروس أو من الممكن انه نشوفوا لاعبين اتنين يعوضوا يحيى جبران كيفاش انه من الممكن انه يكون لاعبين جوج عدهم نفس الدور اللي كدير يحيى جبران في فتيكاك ديال الكورة وكذلك في لارولونس لارولونس لأن الكواريقا اللي كيخرجوا من الدفاع ديال فريق الويداد الرياضي مع عادل رمزي كيكون وراهم عميد فريق الويداد الرياضي جبران طبع الحال بالدور الكبير اللي كيقوم به اللاعب الجزائري دراوي اذا واش ممكن نشوفوا انا السرغات وعبدالله حيمود ودراوي او انا السرغات واحناش ودراوي او انا السرغات وعسابة محروس ودراوي انا كيبالي الاقرب انه غيكون الدور مختلف ما بين السرغات ودراوي في عملية بناء الكورة لكن في العملية ديال الاستيلامة وعملية الافتيكاك اللي خاصة اللي كتكون عند الخصم يحيى جبران صعيب انه بشكون واضحين انه يتعوض في هذه المسألة لذلك ربما غيكون تنويع ديالها وغيكون الوسط الميدان ديال الويداد عنده وظيفة كبيرة جدا مهمة كبيرة امام فريق اللي كيلعب كرة تابتة سانداونز باختصار الكرة التابتة دياله هي نقطة القوة ونقطة ضعف لان سانداونز طريقة اللي كيلعب بها لا يستطيع تغييرها لكن كيلعب سهل ممتنئ سانداونز كيلعب بها حالطريقة اللي انت عارفها ولكن كيفاش تقدر توقفها كيف ما كنشوفه بانه صحيح حقق لقب وحيد في السنوات الاخيرة على مساوي دوري ابطال افريقيا كيخرج بعض المرات بالطرق اللي كتشكل مفاجأة وكنتذكروا الخروج دياله قبل السنة الماضية مع فارق بيترواتليسيكو لكن فارق اللي كيلعب افضل كرة بشاهدة الجامع في افريقيا ولعل العقدة اللي مشكلها الفارق الاهلي المصري على مساوي النتائج بطبيعة الحال لخير دليل لانه فارق كبير وكبير جدا لكن شنو هم العيوب ديال فارق سانداونز اللي خسنا ممكن نركزوا اليوم العيوب في نظري في الشخصي هو ان فارق سانداونز ماشي فارق شريس فارق كيلعب الكورة وحنا بما اننا فارق ديال شمال افريقيا ربما متالكين ديال شراسة كمعلومة بسيطة المجموعة ديال المباريات اللي ابنا مع سانداونز تقريبا من الفين وسبعتاش اللي يحتسبن المباريات المباشرة في دوري ابطال افريقيا تأهل تقريبا الوداد فيهم كاملين الاش تأهل فيهم تقريبا نقول لنا تقريبا لان مبارية اخرى كانوا في دوري المجموعات فالوداد اخر تأهل كانت السنة الماضية اللي كانت في النصف النهائي قبلها كانت في النصف النهائي وكانت بنفس نتيجة جوجل واحد اللي كانت تلاعب في الرباط وكانت تأعده سفر hanger والفين وسبعتاش اللي بطبيحة الحال كانت التأهل في دوري الباحة النهائي والمعلومة الغالبة كنه في المباريات إلى النهائي يعني في مناسبتين جوج ديال فريق الوداد الرياضي أو في مناسبة واحدة يحقق فعل اللقاب ومناسبتين جوج ما استعتاش أنه يحقق اللقاب طبعا الحال بين قوسين فيهم اللي كانت في 2019 والقضية والقصة المشهورة مع فريق الترجي صاندونز عليش كي يعتمد بالضبط طبعا الحال باختصار شديد بدون الخوط في التفاصيل الفرق ما بين مصيماني المدرب السابق والمدرب الحالي هو أنه المدرب السابق كان بلغة كرة القدم الشوية حريفة بطبيعة حال الاختلاف الأسماء بيتغيير الأسماء لكن يعتمد كثيرا كي يعتمد على الكرة اللاتينية على الطريقة اللاتينية وكنشوفه حتى المحترفين وتعدد الأدوار يعني الأدوار كنشوفه الظاهر الأيمان الظاهر الأيسر حتى بطول اللي كيلعب جوجو لتلاسة الأدوار مختلفة لكن كين مشكلة للمساوي الدفاعي المدرب المساوي الماضية أعبر على الامتعاض على الخسارة الكبيرة بعد الإخصاء دياله طرف الويد الدرياضي لأنه كان أبرز مرشح أنه يمر المباراة النهائية وربما كان يمر المباراة النهائية كان يكون حائز على اللقب فمن تلك المباراة وقبل منها المعلومة فقط سندونز مخسرت شي مباراة تلقى مع الويداد في نهاية دور أبطال أفريقيا لم يخسرت مباراة وتلقى مع دونور أسبوع اللي فات ولم يخسرت مباراة لكن كانت هذه المباراة التي خسرت بعد خمسة أو ست شهر بدون هزيمة فهو لا يركز على الجانب الدفاعي أكثر لكن دائما يوقع في إشكال الفراغات يوقع في إشكال ترك المساحات خلف ظهر اللاعبين كيفما قلنا الشراسة تغيب على إبندياله حتى فش كيف يريدون الشراسة كي يطيحوا في الأخطاء القاتلة الأخطاء اللي كتأدي للبطاقات الحمراء والطرد في أكثر مناسبات ومع الويداد السؤولى الأهلي المصري إذن الويداد ربما أمام محك هو ليس في المتناول وليس مستحيلا أن الكلاكيت تكررشها مرة مع فريق الجنوب إفريقي فريق الجنوب إفريقي المباراة اللي مع الجوش وما تشكلت حتى هي مفاجأة للفريق لأن الويداد عارف أنه المباراة كتدر في ذلك الوقت عارف الضغط الجماهير لأنه الضغط الجماهير لا يساوي نفس الضغط الجماهيري دي المباراة دي الشام الأفريقية ولمعلومة الجميلة أنه أكبر عدد من الأهداف اللي سجل فريق الويداد الرياضي كانت خلال آخر زيارة لأنه أكبر عدد من الأهداف سجلهم في بريطوريا فهو قادر على تسجيل أهداف أخرى في المباراة القادمة وللمرة الأولى أيضاً الويداد يسعى إلى جلب التعادل يعني جلب التعادل لحيازات اللقب لأن هذا أول نهائي بين الطرفين إذن أول مباراة نهائية ما بين ساندونز والويداد نتمنى أنه الحب يكون حليف فريق الويداد الرياضي وقادر على أنه يعود بنتجة التعادل أو لملال الانتصار أو تسجيل أهداف في ملعب بريطوريا وكذلك نتمنى التوفيق للمدر بعدي الرمزي والجمهور اللي غير ينتقل والكرة المغربية إن شاء الله ونتمنى أنه تكون الإطلالة خفيفة وتكرر إن شاء الله مرة أخرى وطبع الحال مع توقعاتكم إن شاء الله من خلال تعالق وكذلك كيف ما قلنا أننا نناقشوا عن الموسة والقريب بشكل مباشر مع جميع الأصدقاء والصديقات اللي منهم من كان أعرفه بشكل مباشر ومنهم اللي ما زال ما تلقناه مش لكن نكون علاقة صداقة وحب احترام وود منذ سنوات طويلة ما بالنسبة لتوقع ديالي فأعتقد أن المبارغة تكون متعادلة وتنتهي بتعودل إن شاء الله إلى اللقاء